أخي الحبيب محمد من السعودية يقول أنا أستغفر الله لكي يفرج الله همي أولا يا أحبابي عندما نريد أن نعمل عملا من الأعمال الصالحة لا نجعل الدافع له قفاء الحاجة لا انتبه اجعل الدافع لهذا العمل رغبتك في رضا الله وطاعتك لله والله عز وجل سوف يجعل طلبك لرضا استغفارك لطلب رضا ولطلب المغفرة منه سوف يجعل لك بعد ذلك من الثمرات أن يفرج الله همك ويزيد في رزقك نعم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفروا ربكم توجه بالاستغفار لمولاك نعم أصلا تجعل عبادتك في إرضاء ربك وتحقيقا لطاعته وامتثال أمره فإنك إن فعلت ذلك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مذرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إذن أنا بدأت استغفاري لربي ودعائي لربي وصلاتي لربي وصيامي لربي وصدقتي لمولاي هذه النية أتوجه بها بعد ذلك الله سيجعل الثمار المتعلق على هذه بأن يعطيك يكشف همك ينفس كربك يقضي حاجتك يوسر أمرك هذا تنبه له هذه مسألة مهمة ما آتي من البدء قل يا ربي أنا سأستغفر من أجل أن تعطيني لاست مقايضة بينك وبين الله الله مولاك وسيدك فأنت توجه إليه وهو الذي سيعطيك سبحانه وتعالى وبدون شك أن الإنسان إذا أكثر من الاستغفار لمولاه فإن الله يعني من ثمار الاستغفار من ثمار التوبة من ثمار اللجأ إلى الله من ثمار عبوديتك لله أن يعطيك الله أن يكشف همك ويوسر أمرك ويزيد في رزقك ويحسن إليك شكرا